العلاقة الصدامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل إعلام أمريكية تعارضه مستمرة وتزداد توترا فترامب شن هجمات عنيفة جديدة على الإعلام المتربس بإدارته بعد سحب محطة سي أن أن مقالا من موقعها الإلكتروني متعلقا بالعلاقة المزعومة بين فريقه وروسيا مبررة سحبه بأن المعلومات الواردة فيه ليست بالضرورة خاطئة لكن الإسناد لم يكن كافيا ما أدى إلى استقالة ثلاثة من كبار صحفيها لكن ترامب استغل الفرصة ونشر خلال يومين ستة غريدات حمل فيها على ما وصفها بالأخبار الكاذبة أو وسائل الإعلام الكاذبة وسمى CNN بFNN اختصارا لاسم شبكة الأخبار الكاذبة مقدما برنامج صباحي على قناة MSNBC ميكا بريجينسكي وجو سكاربورو تعرضا أيضا لانتقاد لاذعي من الرئيس الأمريكي بعدما انتقدت بريجينسكي عمل إدارته ترامب كتب تغريدة قال فيها سمعت أن برنامج مورنينج شو ضعيف التقييم وتحدث عنه بسوء وأضاف في تغريدة أخرى أنه ما أتيا إلى منتجعه في فلوريدا ثلاثة ليال على التوالي وأصر على الانضمام إليه لكن المذيعين نفيا ما غرد به ترامب في مقال لهما في صحيفة واشنطن بوست وأشرا إلى أن كبار موظفي البيت الأبيض حذرهما من أن صحيفة ناشنال إنكويرر تخطط لنشر مقال سلبين عنهما إذا لم يناشد الرئيس وقف نشره تغريدة ترامب بحق بريجينسكي لاقت ردد فعل عدة فالبيت الأبيض دافع عنها واعتبر أن الرئيس لم يبالغ بنقده لمقدمي برنامج مورنينج شو أعتقد أن الرئيس تعرض لهجوم من دون رحمة للمستوى الشخصي من أعضاء البرنامج وأعتقد أنه كان واضحا بأنه عندما يتعرض لهجوم سيرد أعتقد أن الشعب الأمريكي انتخب شخصا قويا وذكيا ومقاتلا وهذا هو دونالد ترامب ولا أظن أن الأمر سيفاجئ أحد أنه سيواجه النار بالنار لكن زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي كان لها رأي آخر حسنا هذا أمر يحزنني لأنه لا يليق بمقام رئيس الولايات المتحدة التصرف هكذا وفي وقت يرى مراقبون أن شخصية الرئيس التي توصف بالاستثنائية والفريدة لسياسي في واشنطن تشكل مادة دسمة لوسائل الإعلام يرى آخرون أن ما يحدث دليل على تماد الإعلام وتربصه بإدارة ترامب وضرب معايير الصحافة عرض الحائط في إطار الصباق المحموم الهادف إلى أسقاط الرئيس كما أن الصحافة الأمريكية تتعرض لانتقادات تتهمها بتوجيه تغطيتها ضد ترامب لتحسين عدد مشتركيها أو متتبعيها أو مشاهديها أو قرائها الذين ازدادوا منذ ظهوره في المشهد السياسي الأمريكي وما يعزز هذه الاتهامات أشريطة فيديو نشرها موقع بروجيكت فيريتاس الإلكتروني ويظهر أحدها منتجا لدى سيانان صورا بكاميرا خفية يؤكد أن تخصيص المحطة مساحة كبيرة للعلاقات المفترضة بين فريق ترامب وروسيا هو من أجل الجمهور المتابع ويرجح مراقبون أن مخاطبة الرئيس الأمريكيين مباشرة عبر تويتر متخطي الوسائل إعلام تقليدية هو عامل إضافي في تدهور العلاقة بينه وبين هذه الوسائل